وصلت القوات العسكرية العراقية معركة تحرير الموصل في أسبوعها الثاني محققة تقدما جديدا على مختلف المحاور حيث تم تحرير عدة قرى وقتله نحو 150 إرهابيا وصلت القطاعات العسكرية العراقية القتال على جميع المحاور في معركة تحرير الموصل ووفقا لقيادة العمليات المشتركة العراقية فقد حررت الفرقة المدرعة التاسعة منطقة كارمليس على محور الكوير بعد قتلها 40 إرهابيا وعلى محور القيارة تم تحرير ثماني قرى منها طيبة والصجمة وقتل أكثر من 70 إرهابيا وتم تطير أكثر من 120 كم مربعا من الأراضي المغتصبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي وعلى محور سد الموصل طوقت الفرقة السادسة عشرة معمل الأدوية والتبادل التجاري وتم تطويق قضاء تكليف عيث شنت القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي غارات جوية على أهداف لداعش وقتلت أكثر من 30 إرهابيا ودمرت مقرا لداعش هذا وأصدرت خلية الإعلام الحربي ملخصا لمجمل خسائر تنظيم داعش الإرهابي خلال الأسبوع الماضي منذ انطلاق المعركة مشيرة إلى أنه تم قتل 772 إرهابيا والقاء القبض على 32 آخرين وتدمير 127 عربة مفخخة وتفجير ما يقرب من 400 عبوة ناسفة تحت السيطرة شكرا